ايه ازايك يا شيك؟ ازايك يا حبيبي؟ الشيخ نمير الكروشة معي؟ اي نعم يا هلا بيك سني؟ انا من مصر يا هلا بيك، سني؟ اه سنة طبعا يا تعرف الموضوع المطروح؟ لا ولا دخلت في البس مباشرة احنا عاوزين اي دليل من السنة عند السنة يعني من كان من القرآن او من الاحاديث يثبت شرف عائشة تمام ايه بالنسبة للسيدة عائشة انا عندي بس سؤال واردت تتقبل مني يعني انك تجاوبنا عليه انا عايز ايجابة دي بصراحة تمام؟ هو ميصر انت الان بعدين لك حقت سألني بيلي عجبك سؤال سؤالية نستقبل من عندك ما عندي مشكلة تمام لكن انت اولا يعني انا انا شايف ان الشيعة انا شايف ان الشيعة يعني بيدافه مثلا عن زوجات الايمة تب ليه يعني زوجات الرسول مش بتدافى عنهم يعني هو مش الرسول مثلا المفروض اللي هو زيه زي الايمة يعني المفروض ان هو حتى كمان افضل من الامة انت مثلا تدافع عن زوجات الحسين زوجات الإمام الحسن كل الوان وكل الاحتراق طيب زوجات الرسول إيه المشكلة يعني في زوجات الرسول يعني شفاه يعني لأن إحنا عندنا أم المعصوم طاهرة مطهرة وعائشة ما جابت معصوم كانت بس ترضى يعني الفكرة عندكم يعني مثلا هل مثلا أم الإمام المهدي هل أم الإمام عليها زين العابدين السجاد نعم عندنا الشرط نعم الأرحام الطاهرة المطهرة نعم ولذلك لا أحد يستطيع أن يشكل عليهن لا أحد إذا أراد أن يشكل يحاول يلعب بالكلمات كمان الأصل عندنا أنها طاهرة مطهرة يعني لا رأي يقول معصومة لكن أشبه بالمعصومة أشبه طاهرة مطهرة هذا أصل هذا أصل عندنا أصل أصل أمهات المعصومين طاهرات مطهرات في الأرحام الطاهرة المطهرة لم تنجزكم الجاهلية بأنجاسها هذا عندنا الشرط خط أحمر هذا الشرط خط أحمر في أمهات المعصومين يعني بس اسمعني يعني على هذا الشرط وهو طاهرة مطهرة عائشة ما عندك هذا الشرط عندك أنها ممكن أن تأتي بفاحشة من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف عليها العذاب ضعفين أبو أبوها أصمتة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ويركوج قال الكلام مع عرس النبي مع عرض رسول الله فعائشة نساء النبي ما عندنا هذا الشرط إلا من خرجت بالدليل مثل السيدة خديجة ماتت وهي تقية إن اتقيتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن بقية النساء لا كلهم معرضات لاختبار وبالمناسبة أرجع لك على فد نقطة بعض زوجات الأئمة المعصومين لسنا بطيبات والإمام طلقهم زي مين مثلا واحدة منهم من زوجات الإمام الصادق عليه السلام نسيت اسمها الآن يوم من الأيام سمعتي صلي وكان يلعن أبو بكر وعمر في الصلاة فكانت تؤذيه تقول له أأنت الذي تعلم أصحابك أن يلعنوا السلف الصالح الظاهر كانت من أتباع السي السستاني أو ذول المعممين أو الخموني هذه الظاهر لا لا هذا واقعها الظاهر كانت مقصرة تقول أن المعصوم لا يخلق ولا يرزق وهذا قرآن علي وندفع خمس يعني ما كانت سنية للأنصاف كانت شيعية بس منها الطبقة الوسخة الموجودة فالإمام الرواية تقول فطلقها ضربها بالقندرة قال له السلف الصالح أدوس علي بالقندرة عليك وعلى مراجعك وعلى علمائك طلقها الإمام فورا طلقها طبعا ممكن التوب ممكن هذا بس الإمام يعلم يعلم ما في الظمائر وهذا عمل تمثيلي الإمام ليس محتاج للزواج هذا عمل تمثيلي على أن المرأة ما يصر تدخل بالعقائد حتى الرجل ما يصر يدخل بالعقائد بعقائد المرأة شوف ركز على هالكلمة زوجات الأئمة مو كلهم طيبات طاهرات يكونن شرط ممكن واحدة بعدين الشذة تكون خبيثة ركز مثل زوجة الإمام الحسن المشتبة وضعت له السوم وقتلته قتلته قتلته احنا الشرط عندنا مو زوجة الإمام تكون تقية أم المعصوم اللي هي يعني مثل ما يقولون قد هي شنو زوجة إمام فشنو أم معصوم أم المعصوم طاهرة مطهرة هذا عندنا الشرط شرط بس دقيقة أكمل لو سمحت أكمل لو سمحت أتفضل أم هات المعصومين عندنا الشرط أنها تكون طيبة طاهرة ومطهرة شرطة بقية نساء الأئمة البقية مثلا هو إمام معصوم مثلا عنده ثلاث أربع نساء من الزوج مثلا مو شرط يكونن كلهم طيبات كلهم متعرضات إلى الاختبار تخيل احنا ممكن نلعنها يعني شوف احنا نلعن زوجة هذه مثلا طريقة الإمام الصادق زوجة الإمام الحسن المشتبة مثلا غيرها غيرها حتى يكون بقية الأئمة عليهم السلام هذا عندنا موجود بالرجوعيات كان هناك بعض زوجات الأئمة حتى عند أمير المؤمنين أصلا عنده أمرأة كانت أيضا مين باف أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي علي عليه السلام أيوة مين باف زوجات الهم أسألت السؤال ده مين في زوجاتهم مش كويسين على ما أذكر أم أم محمد بن الحنفية أمه أمه على ما أذكر بس ده ملهوش علاقة بمحمد بن الحنفية ملهوش علاقة أنا أتكلم عن أمه اللي هي جسد الإمام جسد الإمام علي افتهم أيوة أنا فاهم بس محمد بن الحنفية شخصي يعني موصوط فيه ايب أنا أتكلم عن كلامي الآن على الأمهات على زوجات الأئمة افتهم أنا فاهم أنا فاهم يعني أقصد حتى لو الأمه مش كويسة ملاش هنقض بابنها يعني اللي نازل من بطنه لا 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 ما جاي أتكلم على هاي النقطة أنا ما جاي أتكلم على هاي النقطة أنا جاي أتكلم على الأمهات أنت قلت لي من هي قلت لك على ما أذكر هي أم محمد بن الحنفية لأن يوم من الأيام محمد بن الحنفية سوف الذنب سوف عمل فأمير المؤمنين ذكر بأمه أكفت رواية عندنا بهذه الطريقة أن أمه كانت سيئت أخلاقه وهي شيء ما أذكر بس كان أكوي شيء موجودة الرواية محمد بن الحنفية سوفت شيء وأمير المؤمنين أرجع هذا العمل إلى أمه ما أذكر جبن في معركة خوف ذنب ما أذكر شنو كان هو عنده سوال في تعبانه فالإمام عليه السلام ذكر أمه أمامه قال له أنت هذا جتك من أمك فإحنا ما عندنا شرط أنه زوجات الأيامة كلهم طاهرات لا أم المعصوم طاهرة فقط طيبة وطاهرة هذا الشرط خط أحمر البقية ممكن تكون طيبة طاهرة ممكن تكون لا امرأة سيئة كذلك زوجات النبي عندنا ممكن تكون طيبة طاهرة ممكن تكون سيئة ما ثبت عندنا وعند السنة أن عائشة ليست طيبة طاهرة سيئة ففي كتبنا أنها ارتكبت الحرام والزنا وفي كتبكم يا أخي كانت تدخل الرجال ويجنبون وتفتب رضاع الكبير ولعبت لعب سوت كوارث بس يعني ما احترام ليك يعني الآل اللي بتقول امرأة نوحنا ومرأة نوطن كانت تحت عبدين منها بعدنا صالحين في خناتهم فلما غلما لا شيء نعم كل تفسير بيقولوا أن الخيانة يعني ما غيرت مش خيانة زوجية ممكن تبقى خيانة عقابدية مثلا مش خيانة زوجية هذا موضوع ثاني انت الآن فتحت موضوع ثاني موضوع ثاني لا أنا أصد من ممكن ان هي يعني هي ممكن عشان هي ذاوة رسولة بنا نعصمها من كده لا ما يعصد انت فهم ماكو شرط ماكو هذا الشرط ما موجود احنا عندنا اشوف النقاش عندنا ولا عندكم عندنا خننقول عندنا جيد عند الشيعة تمام هناك بعض الجهال الحمقة الذين دخلوا إلى التشيع جديدة لا يفقهون شيء على ما بلغوني في شخص معمم تونسي أو هيش شيء مسوي كتاب كتاب شوف مسوي كتاب يقول أن زوجات الأنبياء لا يقعن في الزنا كتاب مسوي جاهل يعني هو جاهل جاهل فتصدر ما يعرف بالتشيع شيء داخل جديد مع زفة العرس انت تخيل الكلمة التي سأقولها الآن أنا تخيل لو وردت عندنا رواية شوف ركز لو وردت عندنا رواية تقول أن زوجات الأنبياء كلهم لا يقعن بالزنا والمصحف والمصحف أخلع عمامتي ولن أخرج في بث مباشر مرة ثانية والمصحف والموجود والموجود العكس عندنا الموجود العكس أنه سوى الزنة موجود العكس أنا لماذا أقول هذا التحدي هذا التحدي خطير يقعدني في البيت صح ولا مصح صح طبعا ولكن لخبرتي في مجال الحديث أعرف ما موجود في كتبي لا يوجد هذا هذا كذب أقصى ما يكون هي تأويلات يجيب حديث هذا العاهر ابن الحرام هذا ابن عباس ما زنت امرأة نبي انقط ومرة يسوئو حديث عن الله مرة يسوئو حديث عن النبي مرة يسوئو حديث عن المعصوم مرة حديث قدسي هو حديث هذا قافو ألف دال ابن عباس هذا العويهر اللي كان مفتح حضرت جنابة دكان يفسر القرآن على مزاج أمه ما زنت مرأة نبيا قط هذا كلام ابن عباس مر ينسبوه للنبي مر ينسبوه للإيمان ما عندنا احنا ما عندنا شي يقول أنهن لا يقعن بالزنة هذا ما موجود عندنا ليش ليش أخي كريم الله عز وجل انت تعرف الشيعي إذا قال عائشة مستحيل تقع بالزنة قد قد قال بالجبر شوف الآن ما ريد أمدح نفسي بس اسمع الإبداع رح أعطيك إبداع شي جديد ما مطروح بالساحة والله الشيعي إذا قال مستحيل عائشة تقع بالزنة احتراما للنبي احتراما لفراش النبي احتراما لوسادة النبي المخدة احتراما للحاف النبي احتراما لجراء بالنبي هاي الكلاوات الأكاذيب هاي البلطجة لو قال هذا الكلام لو أتقع بالزنة احتراما لعرض رسول الله هذا قد قال بالجبر ستقول لي كيف قال بالجبر كيف من عين خرجت بهذه النتيجة أقول لك قد جبر عائشة أن الله قد جبرها ووقف حائلا بينها وبين الزنة فهذا الجبر معناها الله جبر عائشة أن لا تقع في الزنة يعني جبرها تدخل الجنة وقف بهذا هذا هي كلام هذا أنا أحكي لك الصراحة عندنا شيعة حمقة مراجع معممين وزعاطيط وخير من الله حمقه مع زفة العرس بس الضرب على رموزهم على المعممين هؤلاء هؤلاء حشرات المعممين هم اللي علموهم حمقه الذي يقول عائشة مستحيل تقع بالزنة احتراما للنبي احتراما لفراش النبي احتراما لوسادة النبي لمخدة النبي لفراش النبي للمبة النبي احتراما لعرس رسول الله احتراما للانبياء هذا جبر اذ انك عصمتها وهي ما عندها عصمة عصمة ما عندها حينما ولدت مثلا جاء اليها النبي انا اتكلم في المنهج الشيعي الان حاليا حينما ولدت وجاء النبي وقال السلام على المعصومة من الزنا السلام على المعصومة من ارب الرجال السلام على لابسة لباس الحديد السلام على المقفولة بالسلاسل والحديد السلام على الذي لا يخترقها شيء وهي التي تخترق كل شيء السلام على من وصلها ضرب بالفولاذ الحديد زيارة زيارة لباس حديد عائشة يعني لابسة لباس حديد ما تسوزنا ما عندنا زيارة ما عندنا عندنا قاول ما عندنا عندنا اكاذيب احنا كشيعة عندنا اكاذيب يحاولون يجاملوكم حمقى يقول لك انا انا اسوي كتاب يبرع يبغع عائشة من الزنا على ما اذكر سمعت واحد يقولها بها الطريقة يقول احنا عندنا كتاب يبغع زوجات الانبياء من الزنا ماكو دليل انت منين جبت هاي الاستنتاجات اكاذيب اكناس زنادقة مقصرة واحد يقول لا هي شرف رسول الله وشرف رسول الله لا يقع بالزلم مستحيل عرض رسول الله مستحيل هذا جبر هذا هذا جبر اسمه جبر انت تقول بالجبر انت تقول بالجبر من حيث لا تعلم او تعلم جاهل هذا الجبر تمام هذا بالمنهج الشيعي دقيقة بس دقيقة انتظر هذا بالمنهج الشيعي بالمنهج السني في المنهج السني أيضا لا يوجد هذا الشيء أن زوجات الأنبياء لا يقعنا بالزنة لا يوجد الكلمة الموجودة عدكم اللي انتقلت الكتبنا هي كلمة بن عباس نرجع نفس الكلمة هاي الوصخة ما زنت امرأة نبي قط وهذه الكلمة مضروبة بمصحف عثمان اللي جمع عثمان مع جماعته كانوا سكرانين وجمعوتكم مصحف هذه ما موجود يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة الفاحشة عنوان يندرش تحتها التحرش الزنا الكلام الفاحش الحركات الخضوع بالقول صح لو انا غلطان تمام عند هذا عنوان الفاحشة عنوان كبير تندرش تحتها اشياء كثيرة من ضمنها الزنا القرآن القرآن مصحف عثمان لم يستثني ان عائشة لا تقع بالزنة لم يستثني بالعكس بل وضع الاحتمالية وقال انتبهوا ممكن وحده تزني انتبهوا ادرسوا زيان تعلموا شوفوا سيرة نساء الانبياء شوفوا سيرة نساء نبيكم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء انتن في مقام عالي ان اتقيتون شرط ان اتقيتون انتن في مقام عالي ان لم تكوني منتقية فانت ملعونة الزنديقة هذا عندكم انتم السماء تفضل بإذنك يا شيف انا كاف انت فكرتك ملخصة ان زوجات الاعمة او الرسل هم اللي خلفوا المعصومين دول اللي ايه كويسين اي نعم ممكن تبقى زوجة امام تاني دي مش كويسة تمام الفكرة دي وصلتني والفكرة دي كويسة تمام امام او نبي امام او نبي او معصوم يعني ايه معصوم احسنت كلام عادل في الحالة بقى زوجته يبقى كويسة تمام